يعلن بوتين عن عمليات عسكرية في أوكرانيا ويعلن أهدافها إنهاء حكم زيلنسكي وحكومته القضاء على من يصفهم بالنزين الجدد والأهم تحرير الشعب الأوكراني وإعادته إلى سياقه التاريخي الوسيلة حرب خاطفة تدمرت فيها بنية كيف العسكرية يليها زحف بري على جبهة واسعة إلا أن آمال روسيا بتحقيق نصر سريع تبخر أمام المدن الأوكرانية أو بعبارة أدق أمام سكانها عملت أستاذ للتربية البدنية حتى الرابع والعشرين فبراير الماضي ساعدت أطفالا كانوا يعيشون في مدرسة داخلية على المغادرة لمكان آمن ثم توجهت إلى المكتب العسكري كان من المستحيل الجروس في المنزل ومشاهدة ما يحدث وكمبرر اتهمت روسيا كتائب أزوف وأيدار القومية باتخاذ المدنيين دروعا بشرية غير أن المراقبين يرجعون صمود المدن إلى بسالة سكانها الذين لبس الكثير منهم الزي العسكري بدلا من الانتظار في أقبية المباني أو حتى رفع راية البيضاء للحاق بركب المغادرين من جحيم حرب دونباس ولدت قوات الدفاع الذاتي والهدف كان توفير الدعم للجيش الأوكراني الذي خسر الكثير من الأراضي جراء دعم السكان للانفصالين المولين لروسيا غير أن حال أوكرانيا اليوم يختلف عن سنة 2014 غالبية السكان يرون أنفسهم داخل الاتحاد الأوروبي لا مع روسيا والدليل تمكن قوات الدفاع الإقليمي من تجنيد مئات الألاف من المدنيين منذ بداية الحرب أما شعار التجنيد فقد اختير بعناية بحماية بيتك أن تتحمي أوكرانيا عبارة بسيطة بلا أيدولوجية نجحت في استقطاب رجال أعمال وصحفين وعسكرين عادوا من التقاعد الشعار أدخل الجميع إلى بيت الوطن بعد أن خسر غالبيتهم بيته الصغير عندما بدأت الحرب انضممنا إلى الدفاع الذاتي أعطونا البنادق نحن ندافع أرضنا لا تستبعد كييف اللجوء إلى الخبرة القتالية التي يتمتع بها بعضهم لتعويض خسائر الجيش النظمي داخل المدن تحولت قوات الدفاع الذاتي إلى رمز لوحدة الأوكرانيين وشجاعتهم أما موسكو فقد شكلت أفواج المتطوعين اللامتناهية مفاجأة المسؤولين في الكريملين الكبرى من منهم توقع أن يرفع سكان شرق أوكرانيا السلاح أمام روسيا بدلا من بقات الورود وراية الاستسلام